فمن الفروع الفقهية المتعلقة بهذه النازلة يعني جائحة كورونا المرتبطة بقاعدة لا ضرر ولا ضرار منع ورود الممرض المريض على الصحيح وهو ما يتعلق بالاحترازات والإجراءات الوقائية التي تقلل من انتشار هذا الوباء وتقلل من العدوى الناتج عنه التي تكون ثمرة للاختلاط بين الناس وللمخالطة وللتجمعات وللزحامات وللقاءات والاجتماعات فتكون هذه القاعدة سندا يعني قاعدة لا ضرر ولا ضرر سندا للاحترازات الوقائية والإجراءات الوقائية التي اتخذت للحد من انتشار هذا الوباء وأيضا هناك نصوص شرعية بخصوصها واردة في منع العدوى وفي وجوب الاحتراز والإجراءات الوقائية التي اتخذت في بلدنا وفي غيره من البلدان وهي النصوص التي تأمر بحفظ النفس وتنهى عن أن يلقى بها إلى التهلكة قول الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقوله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيمة وقوله جل وعلا لا يرد ممرض على مصح وقوله جل وعلا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرد ممرض على مصح وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون إذا وقع الطعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا منه وإذا وقع وأنتم خارجون عن هذا البلد أي بعيدون في بلد آخر فلا تقدموا عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وحديث فر من المجذون فراركم من الأسد وأما حديث لا عدوى ولا طيارة أي لا عدوى على معنى واعتبار وتصور أهل الجاهلية وهم يرون أن العدوى والمرض يقع بذاته فهو نفي لمعتقد أهل الجاهلية وليس نفيا لوقوع العدوى بإذن الله جل وعلا وبما أجرى من سنة في هذا الكون فلا عدوى وإن كان ظاهرها النهي فهي محمولة على النهي إلى آخره